مرحباً 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 لم تكن عائلة دامارجي تعلم أن ابنتها المتفوقة بتقدير ممتاز في شهادة البكالوريا هي الأولى على مستوى الولاية إلا بعد اتصال من تلفزيون النهار لإجراء حوار مع الناجحة كانت الفرحة كيشوفنا لموين دي زوية كاترة فانديس عنقت هاي مها وبكات عنقتني وبكيتاني على كل حالة كانت فرحة هايلا النهار هي اللي علمتني خطاش أنا ما كنتش ما عنديش مني نسمع لانفورماسيو بس كما تنسوش بلليه البرح كان الخميس خميس في الليل يعني اللي سيتا حم مغلوق ما تقدش تعرف عيدتلي النهار قالوا لي بللي بنتك هي هي اللولا والحمد الله وزادت فعلا هذه زادت كما قال قدمت هالي النهار يعني جلنا الهاتف عند النهار وقالونا بللي بنتكم راهي الأولى على مستوى وليت المدية يعني فجأتني كنا مزنا ما اسمعناش الخبر بللي بنتنا راهي الأولى على مستوى وليت المدية تفوق مريم لا يقتصر على الدراسة فحسب فهي فنالة تهوى الرسمة وتبدع أناملها في تمجيد الأبطال الذين صنعوا تاريخ الجزائر نحب نرسم به أن نتخلص من ضغط الدراسة في الرغم فرح كامل لذلك التعب والذلك الضغوطات نحب نرسم خاصة العظماء الجزائر الشهداء يعني اللي لازم نمجدوهم دايما إشادة بتضحياتهم الكبيرة لا تكتمل أجواء الفرحة بالنجاح إلا بطبق الطمينة الذي يعتبرهم دانيون فألا خير على مستقبل النجحين فهنيئا لهؤلاء وحظا أو فرا لمن لم يسعفه الحظ هذه السنة محاون المصطدر المطاة المطاة